بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفاصل الخامس لمقرر النظم بالمعالج الدقيق في الجزء ده هنتكلم عن موضوع اسمه full and partial decoding طيب بنتكلم يا جماعة بنقول إيه يعني إيه full decoding full decoding ساعات بيسموه الاكزوست decoding والمقصود بإيه إن الاسيليكشن اللي احنا بنختاره المكون من الادرس lines الاسيليكشن اللي احنا بنختاره اللي هو عبارة عن الاسيليكشن دوت إذا تم اختيار جميع الادرس lines المتوقية من الميمرو لوكيشنز تم استخدامها كلها يبقى احنا بنعمل اين بنعمل full decoding بمعنى ايه بمعنى إن احنا مثلا لو نطق خاد من A0 حتى A13 وتبقى عندنا A14 و A15 لو تم استغلال A14 و A15 دول كلهم كسيليكشن كادرس lines تستخدم كسيليكشن في الحالة دي يبقى احنا عملنا ايه full decoding طيب لو احنا استخدمنا بعضها بعضها فقط أو nothing of them ما فيش حاجة فيهم خالص يبقى بنعمل حاجة اسمها ايه partial decoding يبقى ازن all of them لو احنا استخدمنا كلهم بنعمل حاجة اسمها full decoding لو استخدمنا بعضهم some أو nothing خالص ما فيش حاجة خالص يبقى ايه partial decoding ساعات البرشال decoding بسموه بسموه roll over roll over address معايا وليه بيسموه roll over address لان في الحالة ده جماعة لو احنا استخدمنا بعضهم او nothing ما فيش منهم خالص يبقى احنا ايه كل memory location هيكون له اكتر من عنوان تعالي نشوف مع بعض ازاي كل memory location هيكون له اكتر من عنوان لو جيت بص مع بعض الوقت تعالي نفترض المثال اللي قدامنا لان احنا استخدمنا من 0-11 كaddress lines واستخدمنا ايه هه وقلنا ان فيه متبكة عندي من 12 حتى ايه 15 هذا المتبكة اذا لم يتم استخدامه في حالة عدم استخدامه اصبح بنتكلم عن موضوع اسمه بقى ايه البرشال decoding طيب نشوف مع بعض ازاي الموضوع roll over dub بيحصل بنقول ايه بنقول خلي بالك بقى لو انت ما استخدمتش الادرس ده من ايه من 12 حتى ايه 15 اصبحت القيم بتاعتها ممكن تاخد اي قيمة يعني اكس 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 ماش كده اه يعني ايه يعني في حالة عدم الاستخدام ازا من الممكن ان تحصل على اكثر من كيمة لنفس عانوان من 12 إلى 15 يعني مثلا اكس دي ممكن تكون مثلا 00001 صح ماش كده زيرو 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 ون وممكن تكون زيرو 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 اتنين 0003 زي ما انت شايف كده بوسقى 4 تصوار أو 1 وتلات تصوار أو 2 أو 3 تصوار أو 3 وتلات تصوار أو F وتلات تصوار كبداية معايا إذن القيم ممكن تتغير وتختلف وبتغير هذه القيم وبيختلفها من الممكن أن يصبح لكل نطاق لكل نطاق زي ما انت شايف لكل ميمورو لوكيشن شايف الميمورو لوكيشن أكتر من عنوان يعني البداية للميمورو لوكيشن الأولية ممكن تكون 4 تصوار ممكن تكون 1 وتلات تصوار ممكن تكون 2 وتلات تصوار 3 وتلات تصوار F وتلات تصوار إذن كل ميمورو لوكيشن كل ميمورو لوكيشن له أكتر من عنوان بص تخيل كده عندي كام ميمورو لوكيشن واحدة بس لها أكتر من عنوان ده عنوان والتاني والتالت والرابع والخامس ده حصل إمتى يا جماعة حصل لما احنا عملنا إيه لما احنا عملنا برشا الدو كودنج عدم استغلال عدد من البيتس في الادرس لين كا ايه كسليكشن بت طيب زي ما بيحصل فينا جماعة زي ما بيحصل في البداية ممكن يحصل برضو في النهاية اللي هي هنا ممكن تلاقي ايه اكس اف 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 يعني ايه الكلام ده يعني ممكن يكون النهاية زيرو الكالوكيشن زيرو اف 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 وممكن يكون اللوكيشن برضو ده عنوان تاني اللي هو واحد تلاتة اف او يكون اللوكيشن النهاية او لوكيشن كمان تلات ايه تلاتة اف او كله اف 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 معا يا جماعة اذا اللوكيشن الواحد المم رو الوكيشن الواحد له اكتر من عنوان تعال نقرأ مع بعض كده بقولك افري مم رو الكيشن هاز مور زين وان ادرس امت يا جماعة في حالة مين البرشا الدو كودنج ليه نتيجة عدم استغلال هه البيتس الأطلس صينز التي تعبر عن السيليكشن اللي هي من ايه 12 حتى ايه 15 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته